السلام عليكم سنبدأ تاني درس في مقرار السنة التالتة عددي أو درس بنية الضرى والأيونات درس أنجزه الأساد خالص أساد مادة الفيزياء والكيميا سنبدأ بدراسة مكونات الضرى إذن أول كبيرة مكونات الضرى لاحظوا هذا النموذج هو نموذج لجزء من فاكهة وهذا الفاكهة الملاحظة هو أنها تتكون من نواة وأيضا تتكون من ما تبقى من مكونات الفاكهة بالنسبة للضرى هي عبارة عن سحابة إلكترونية الملاحظ هو أن من بين مكونات الدرى هناك وجود نواة وهناك سحابة إلكترونية إلا أن بينهما يفصل هناك وجود لفراغ إذن ترى تتكون من نواة وإلكترونات وفراغ كذلك يفصل بين النواة وبين الإلكترونات هذا نموذج يوضح مكونات الدرى إذن الملاحظ هو وجود في المركز نواة وهناك أيضا إلكترون وهناك مجموعة من الإلكترونات كل إلكترون يدور حول نحظ النواة في مدار دن مدار هناك مدار يحتوي على أكثر من الإلكترون هذا الحال المتواجدة ويتواجد فراغ يفصل بين الإلكترون والنواة هذا من بين النماذج المعروفة يسمى نموذج بور وإذن بيران إذن نموذج بور هو نموذج يتكون من نواة وإلكترونات وفراغ هناك نموذج آخر يعرف بنموذج شرودينجر أيضا دوبرغلي هذا نموذج يتكون من سحابة من الإلكترونات مجموعة كبيرة من الإلكترونات يصعب ملاحظتها ولهذا شرودينجر أكد على أن هناك سحابة من الإلكترونات تدور حول النواة إذن هناك نموذجين معروفين وهو نموذج بور ونموذج شرودينجر نموذج بور نواة وإلكترون أو مجموعة الكترونات تدور حول مدار وهناك تواجد فراغ بينما نموذج شرودينجر فهناك نواة وسحابة من الإلكترونات نبدأ بدراسة النواة إذن النواة تتوسط دائما الضرة هذه ضرة الكربون نلاحظ أن هناك شحونات موجبة عددها بالنسبة لضرة الكربون ست شحونات موجبة والملاحظ هناك تواجد إلكترونات عددها إذن واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ست إلكترونات هذا يعني أن دائما شحونات السالبة الإلكترونات تساوي الشحونات الموجبة للنواة نواة فهي تتوسط الدراء وهي أكبر بكثير من الإلكترون إذن كتلة النواة أكبر من كتلة الإلكترون بكثير ولهذا نهمل كتلة الإلكترون أمام كتلة النواة قطر الدراء لهو من هذه النقطة إلى غاية هذه النقطة نقارنها مع قطر النواة إذن الدراسة أكدت على أن قطر النواة أصغر بكثير من قطر الدراء تقريبا مئة ألف مرة هذا يعني أنه هناك فراغ بين النواة وبين الإلكترون التي تدور حول النواة كتلة الدراء تقريبا تساوي كتلة النواة إذن المادة المكودة للدراء تتوسط أو توجد في النواة النواة تتوسط الدراء حجمها صغير جدا قطرها مهمل أمام قطر الدراء قطرها أصغر مئة ألف مرة من قطر الدراء يوضح ذلك أن هناك فراغ كبير يحيط بالنواة بالنواة كل المادة المكونة للدراء يعني لأن كتلة الدراء هي كتلة تقريبا النواة النواة مشحونة بشحنة كهربائية موجبة دائما تقدر كتلة النواة بحوالي 10 أس ناقص 27 كيلو جرام نحضر مثال بنافهم ذلك مثلا بالنسبة لضرة الهيدروجين كتلة ناوتها تساوي 1.67 ف10 أس ناقص 27 كيلو جرام إذن الكتلة صغيرة جدا أن الدراء لا ترى بالعين المجرد نمو الآن الإلكترونات ثانيا صغيرة الإلكترونات لزيلكتران دائما نبقى مع درات الكربون الإلكترونات شحنتها سالبة عدد الشحنات السالبة يسوي عدد الشحنات الموجبة للنواة دائما الإلكترونات تدور بسرعة فائقة حول النواة وهناك بعض الخصائص للإلكترون سنراها الآن الإلكترونات دقائق صغيرة جدا تدور حول النواة بدون توقف وبسرعة كبيرة يصعب تحديد مصارها لهذه السرعة هي كبيرة جدا تكون هذه الدقائق متشابهة مكونة سحاب إلكترونية إذن الإلكترونات متشابهة في نفس الدراء أو من دراء إلى أخرى دراء الهيدروجين إلكترون تحتوي على إلكترون واحد هذا الإلكترون يشبه الإلكترونات المتواجهة في دراء الكربون كذلك بالنسبة للدراء الأخرى مثل دراء الألومنيوم الأكسجين فكل الإلكترونات متشابهة بعض الرموز التي يجب دائما التأكد منها ومعرفتها الرمز الأول هو أ ناقص هذا رمز الإلكترون ثم ناقص أ تسمى شحنة الإلكترون بينما أ هي الشحنة الإبتدائية إذن أ تسمى الشحنة الإبتدائية وهي أصغر كمية كهربائية أصغر ما يلف كهرباء هي أ قيمتها هي أ تساوي 1.6 10 أصناقي 17 كولوم هذه وحدة قياس الكيمية كيمية الكهرباء أو شحنة الكهربائية إذن وحدة قياسها هي الكولوم وحدته العالمية هي الكولوم نرمزها بالحرف س إذن دائما يجب التذكر أن أ تساوي 1.6 10 أصناقي 17 كولوم التعادل الكهربائي تتميز كل درة بعدد إلكتروناتها الذي يرمز بالحرف ز يسمى بالعدد الدري النميرو الدومي هذا العدد سيبقى مرقوب حتى ثانيا بكالوريا في الفيزياء النووية دائما ز تمثل عدد إلكترونات الدرة إذن يسمى العدد الدري الدرس كذلك يتمشترك في الكيميا عند دراسة الدراء ومكوناتها مثلا بالنسبة لدرة الكربون التي رأينا سابقا تحتوي على 6 إلكترونات إذن عدد الدري هو ز يساوي 6 إذا تكلمت ضررات هيدروجين عدد إلكتروناتها واحد إذن سنكتب ز يساوي واحد ضررات الألمنيوم عدد إلكتروناتها 13 إذن ز تساوي 13 ضرر أوكسيجين عدد إلكتروناتها 8 إذن ز تساوي 8 وهكذا تختلف كل ضررة باختلاف نواتها وعدد إلكتروناتها إذن من ضررات ضررات الكربون ليست هي ضررات الأوكسيجين هناك اختلاف من حيث عدد الإلكترونات وأيضا بالنوات لأن النوات تكون عندها شحونات مختلفة الضرر محايدة كهربائيا نقول كذلك متعادلة كهربائيا وعند يجدون في العليم من التمرين تطلبونكم تبينوا أن الضرر هي متعادلة كهربائيا لماذا هي متعادلة كهربائيا لأن عدد الشحونات السالبة تساوي عدد الشحونات الموجبة للنوات إذن الضرر فهي متعادلة كهربائيا حيث أن الشحن السالبة الإلكترونات عادل تساوي الشحن الموجبة للنوات يمكننا نعبر عليها بطريقة أخرى أي شحنة الإلكترونات زي شحنة النوات تساوي سفر لأن لدينا عددان متقابلان شحنة الإلكترونات نرمض لها برمز اللي هو وشحنة النوات هي زائد عددان متقابلان مجموعهما يساوي سفر إذن فقدرها متعادلة كربائيا لأن شحنتها منعادمة وإن مجموعة الشحنة الإلكترونات زي شحنة النوات تساوي سفر يمكننا نستعمل كذلك العلاقة الآتية كأن يعني شحنة النوات النوات زي شحنة الإلكترونات هذا رمز إلكترون كي إلكترون كي هي الشحنة دي النوات زائد شحنة الإلكترونات يساوي سفر نتبع من هذه العلاقة أن شحنة النوات كي تساوي زائد زيد وشحنة الإلكترونات تساوي ناقص زيد حيث زيد يمثل العدد الدري يعني عدد الإلكترونات متواجدة في الدر أمثلة قد ناخد هذا الجدول في الدر رمزها عدد الدري يعني عدد إلكترونات شحنة إلكترونات شحنة نوات وشحنة الدر هيدروجين رمز عدد الدري هو 1 شحنة إلكترونات هي ناقص زيد أ زيد كتساوي 1 يعني ناقص 1 أ نتكتب فقط ناقص أ شحنة النوات زائد زيد أ يعني وا هو زائد أ يعني عددان متقابلة المجموعهما يساوي سفر إذن شحنة أضلات يساوي سفر فهي متعادلة كهربائية سوديوم عدده هذا الـ 11 إذن ستكون عندنا شحنة الإلكترونات هي ناقص 11 ناقص زيد أ زيد يساوي 11 إذن ناقص 11 شحنة النواة مقابل شحنة الإلكترونات زائد زيد أ مجموع يساوي سفر إذن شحنة الدرافة هي منعدمة ولهذا درد سوديوم كذلك فهي متعادلة كهربائيا درده هذا الكلور سأل عدده هذا الـ 17 إذن شحنة الإلكتروناتها هي ناقص 17 شحنة النواة هي المقابل الشحنة دي الإلكترونات يعني زائد زيد أ زائد 17 مجموع يساوي سفر أيضا درده هذا الكلور متعادلة كهربائيا درده هذا الكلور عدده هذا الكلور هو 47 إذن زائد يساوي 47 وإذن زائد تساوي 47 فإن شحنة الإلكترونات يعني ناقص زائد أ ناقص 47 شحنة النواة زائد زائد أ زائد 47 مجموع يساوي سفر إذن شحنة درده الفضاء فهي تساوي سفر يعني منعدمة ولهذا فدرده الألمنيون الفضاء أيضا فهي متعادلة كهربائيا يتضح أن جميع الدرات فهي متعادلة كهربائيا أن شحنتها منعدمة أو شحنة إلكتروناتها زائد شحنة ناواتها تساوي سفر 80 و تأجب نعتبر درد الألمنيوم أقل عدد هذه الدريه Sicht زائد يساوي 13 سؤال الأول حدد عدد إلكترونات درد الألمنيوم ثانيا حدد جحنة إلكترونات درد الألمنيوم بالشحنة الإبتداية وبالكلام ثالثا حدد شحنة ناوات درد الألمنيوم بالشحنة الإبتداية ثم بالكلام رابعا بيّن أن درة أليمنيوم متعادلة كهربائيا رابعا لها الأسئلة سنحاول إجابة عنها ندق بالسؤال الأول سؤال الأول كان هو حدد عدد إلكتروناس درة الأليمنيوم بما أن زاد يساوي 13 وزاد يمتل لعدد إلكتروناس الدرة فإن عدد إلكتروناس درة الأليمنيوم هو زاد هو 13 لا نكتب زاد يساوي 13 لا نكتب زاد يساوي 13 هذا يكون الجواب عندك خطأ زاد يمثل لعدد دري إذا أطلب منك في سؤال أكتب أو أعطي لعدد دري درة الأليمنيوم يجب أن نكتب زاد يساوي 13 إذا كان السؤال هو حدد عدد إلكتروناس وعدد صحيح طبيعي 13 فقط ثانيا السؤال كان هو أحسب شحنة أو حدد شحنة إلكتروناس درة الأليمنيوم بالشحنة الإبتداية ثم بالكولوم بالصفات عامة بالشحنة الإبتداية العلاقة هي كولون أ- تساوي ناقص زاد أ هذه الشحنة وهذه إلكتروناس زاد العدد دري بما أن العدد دري زاد يساوي 13 فإننا نعود كو أ- يعني شحنة إلكتروناس درة الأليمنيوم يساوي ناقص 13 وسنكون قد قمنا بتحديد شحنة إلكتروناس الأرابي الشحنة الإجدائية لأن أ موجودة في الإجابة الآن بالكولوم بالكولوم كو إلكترو يعني شحنة الإلكتروناس دائما تساوي ناقص زاد أ زاد تساوي 13 لما أن زاد تساوي 13 بينما أ هي الشحنة الإبتداية التي قيمتها هي 1.7 فعشر أس ناقص 13 كولوم إذا نعود زاد 13 أ بهذه القيمة ونجد أن شحنة إلكتروناس درة الأليمنيوم هي ناقص 13 فعشر أس ناقص 13 كولوم أخذ الآن الحاسبة وحسب 13 في 1.6 سنجد أن شحنة الإلكتروناس درة الأليمنيوم هي ناقص 20.8 فعشر أس ناقص 13 كولوم سؤال مولي شحنة النواة درة الأليمنيوم طرف الطريقة فقط سنغير شحنة الإلكترونات بشحنة النواة QN ننوي إتقالة بلوس زاد أ بما أن زاد تساوي 13 فإن شحنة النواة هي زاد 13 أ وسنكون قد قمنا بتحديد شحنة النواة درة الأليمنيوم بالشحنة بابتدائيا الآن بالكولوم بالكولوم QN إتقالة بلوس زاد أ يعني شحنة نواة درة الأليمنيوم يساوي زاد زاد أ زاد فقط لنوضع لأن النواة فهي موجبة الشحنة لأن زاد تساوي 13 وأ تساوي 1.3 فإن شحنة يعني شحنة الإشداء فإن نعود QN تساوي زاد 13 1.3 فإن شحنة 1.3 متعادلة كهربائيا إذن لنبين أن ضرط أليمنيوم متعادلة كهربائيا ولهذا يجب حساب شحنة ضرط الأليمنيوم بأن ضرط أليمنيوم تكون من نواة وإلكترونات فإن شحنة الضرة يعني QN شحنة أطم هي الضرة تساوي شحنة النواة زايد شحنة إلكترونات النواة دائما هي بلوس ز أ إلكترونات هي موين ز A نعوض هذه القيمة بزايد 13 E وهذه بناقش 13 ونحسمناها سابقا في السؤال الثالث ورق الثاني أي أن شحنة الضرة تساوي زايد 13 E زايد ناقش 13 يمكن نعوض عوض E نعوض ها بالكلام يعني نكتب زايد 20.8 في عشر ناقش 18 كلام زايد هنا ناقش 20.8 في عشر ناقش 19 كلام يمكن تعتمد على كالكولوم نفس الجواب إذن شحنة الضرة فهي منعدمة تساوي سفر نستطيع أن شحنة الضرة الألمنيوم منعدمة ولهذا الضرة الألمنيوم فهي متعادلة كغربائية إذن هذه كلها معلومات كافية لإجابة على جميع الأسئلة المتواجدة بالنسبة للضرة ثانية كبيرة الأيونات لزيان إذن هناك مفهوم الأيون نتعرف عن الأيون أولا عندما تفقد الضرة إلكترونا أو عدة إلكترونات تصير أيونا موجبا عندما تكتسب الضرة إلكترونا واحدا أو أكثر تصير أيونا سالبا إذن ماذا نفهم أن الضرة يمكن أن تفقد إلكترونات أو تكتسب إلكترونات إما إلكترونات أو عدة إذا فقدت إلكترونات ستتحول إلى أيون موجب إذا اكتسبت إلكترونات إما واحد أو أكثر ستتحول إلى أيون سالب إذا الفرق ما بين الأيون والدرة هو أن الدرة تفقد إلكترونات أو تكتسبها لتتحول إلى أيون إذا الأيون نحصل عليه انطلاقا من الدرة لكن هناك فرق في عدد الإلكترونات الدرة إما تفقد سيكون عندها خصاص إلكترونات مقارنة مع الأيون أو ستكتسب إلكترونات وسيكون لديها إضافة أو زيادة الإلكترونات عندما تصبح أيون لحظوا الدرة عندما تفقد تتحول إلى أيون موجب الأيون موجب يسمى كاتيون إذا الكاتيون هو أيون موجب نحصل عليه عندما تفقد الدرة أو مجموعة من الدرة من ذلك أنها ممكن تكون درة واحدة أو مجموعة من الدرات كلها تفقد إلكترونات لتتحول إلى كاتيون أو العكس يمكن للدرة أن تكتسب إلكترونات واحد أو أكثر فتتحول إلى أيون سالي كيف قلنا سابقا يسمى أنيون إذا الأيون نوعا إما كاتيون هو أيون موجب أو أنيون هو أيون سالي الأيون هو درة أو مجموعة درات فقدت أو اكتسبت إلكتروناً أو أكثر هذا تعريف الأيون إذا وجدتم سؤالاً في تمرين أو في فرض أعرف الأيون أو ما هو الأيون الجواب هو أن الأيون هو درة أو مجموعة درات فقدت أو اكتسبت إلكتروناً أو أكثر وهو نوعان كاتيون وهو أيون موجب وهو درة أو مجموعة درات فقدت إلكتروناً أو أكثر هذا تعريف الكاتيون النوع الثاني هو الأيون وهو أيون سالي وهو درة أو مجموعة درات اكتسبت إلكتروناً أو أكثر كذلك هذا تعريف للأيون سيغة الايون كيف نكتب سيغة الايون وتجد عديد من الأسئلة نكتب سيغة الايون لها رمز من ما الايون له سيغة كيف نكتب سيغة هناك ايون احادي الدرة في النتيBات delanda قلنا كنتم بحاجة درة او مجموعة الدرات اذا كانت الايون يتكون من درة فهو ايون احادي الدرة نرمز الى ايون احادي الدرة هو أيون يتكون من درة واحدة بنفس رمز الدرة إذن يجب إعادة كتابة رمز الدرة الذي ينتج عنها مضاف إليه عدد من إشارات ناقص أو زايد إذن نكتبه مرة أخرى رمز الدرة وفي الأعلى على اليمين نكتبه إشارة زايد أو ناقص مرفوق بعدد الإلكترنات المكتسبة أو المفقودة إذن الإشارات التي تمتل عدد الإلكترنات المكتسبة أو المفقودة وتكتب هذه الإشارات أعلى ويمين الرمز إذن نريد أن نضح هذه الطريقة بعد أمثلة مثل نأخذ أي نحاس سيدو بلس إذن لاحظوا أي نحاس معروف على أنه يفقد أو درة النحاس تفقد إلكترونين فتتحول إلى أيون موجب الذي يسمى كاتيون إذن أي نحاس سنفه أو نوعه هو كاتيون لماذا؟ لأن الدرة فقدت إلكترونين ولأن الأيون أو سيغة الأيون تحمل إشارتين موجبتين إذن السيئة بلس سيعني لأننا لكتابة سيغة الأيون نعيد كتابة مصدرية السيئة في الأعلى تنضيف بلس لأن الدرة فقدت تنضيف قبل زائد جوج لأننا فقدت إلكترونين مثل آخر أيون سيديوم إذن نوعه هو كاتيون ومن السيغة نفهم على أن درة السيديوم فقدت إلكترونا واحدا إذن سيغة نعيد كتابة رمز دراء في الأعلى نضيف بلس واحد لا يكتب لأن فقدت إلكترون واحدا يصبح تزيع السيغة هي إنا بلس أيون كلورور سأل ناقص إذن لكتابة سيغة الأيون نكتبه أولا رمز دراء السيئل سي كبيرة أل صغيرة ناقص في الأعلى لأنها دراء اكتسبت إلكترونا واحدا لا يوجد أي عدد يعني أن هناك واحد يعني أن دراء الكلورور اكتسبت إلكترونا واحدا تتحول إلى أي الكلورور لهو أيون ساليب يسمى أنيون إذن نوعه هو أنيون بأيون متعدد دراء لا نساش على أن الأيون هو دراء أو مجموعة دراء عندما يكون الأيون تكون مجموعة من الدراء فهو أيون متعدد الدراء نفس القاعدة التي اتبعناها لكتابة سيغة أيون وحادي الدراء إذا كان الأيون متعدد دراء نكتب سيغاته بكتابة رموز دراء عندك جوج ديالدراء كتكسبهم وأعدادها أربعة دراء جوج كتكسب العدد في الأسفل ونضيف للسيغة عدد من إشارة زيد أو ناقص أعلى ويمينها هذه الإشارات هما عدد الإلكترونات المكتسبة أو نفقودة زيد إذا كانت بجموعة دراء تفقدت إلكترونات ناقص إذا كانت اكتسبت إلكترونات مثال أو أبتلة سيغة أيون الهيدروكسيد لاحظوا وهش ناقص إذا هو أيون مركب من دراءتين دراءت الأوكسيجين ودراءت الهيدروجين هذه المجموعة اكتسبت إلكترونات واحدا إذا هذا أنيون يعني أيون سالب يتضح من السيغة أن هذا الجوج دراءت شارك في اكتساب إلكترون واحد لا يمكن أن نعرف أيهما اكتسب إلكترون لكن كلاهما شارك في اكتساب إلكترون واحد سيغة أي الأمونيوم أي الأمونيوم N-H4 زائد إذن هذا المجموعة دلاءت اللي هم أربعة دلاءت الهيدروجين ودراءة من الأزود شارك في فقدان إلكترون واحد لأن كان المجموعة دلاءت فقدت إلكترون واحد لأن كان العدد واحد لا يكتب هدا أيون متعدد الدرات هو أيون الأمونيوم وهو كاتيون سيغة أيون الكبيرتات SO4 جوج ناقص خلال السيغة يتضح على أن لدينا أيون متعدد الدرات نوعه أنيون لأنه يحمل إشارتين ساربتين وهذا يدل على أن مجموعة من الدرات وهي 4 درات دير الوكسيجين ودرات من الكبيرت شاركة في اكتساب إلكترونين نعم تكلمها يعني أن مجموعة من الدرات اكتسبت إلكترونين وهذا العدد الجوج يدل على عدد الإلكترونات المكتسبة إذن هذو أيونات متعددات الدرات ملحوظة عندما تفقد أو تكتسب الدرات الإلكترونات لا يدرأ أي تغيير على النواة لا تكلمناش على النواة عندما تكلمنا على الأيون الذي نحصل عليه من الدراء من مجموعة من الدرات ولهذا فشحنة نواة الدراء تساوي شحنة نواة الأيون النواة لا تتغير شحنتها إذن الدراء والأيون متشابهن في الشحنة بالنسبة للنواة أي شحنة النواة أن هي والنواة كالتام هي الدراء تساوي شحنة نواة الأيون والليون علاقة نستعملها في التمرين شوالة الأيون هي الشحنة التي تحملها سيغته مثال شوالة أي الأكسجين أو جوج ناقص هي شوالة كولان ديالليون لماذا ناقص جوج أ لأن السيغة تحمل شوالتين سالبتين هذا جوج ناقص يعني أن هناك إلكترونين مكتسبين والشوالة التي تحملها الإلكترون هي إذن ناقص جوج أ نستنتجها من الصيغة هناك طريقة سنلاحظها في بعض الأمثلة أخرى لكن الطريقة الأولى لإعتماد على الصيغة لتحديد شوحنة الأيون هذه بالشوحنة الإبتدائية هذه بالكولوم نعود أ بقيمة 1.6 10 أس ناقص 17 كولوم الآن حاسبة جوج 1.6 هي 3.6 إذن شوحنة أيون الأوكسيجين هي ناقص 3.6 10 أس ناقص 17 كولوم أو هي ناقص جوج بالشوحنة الإبتدائية أظن مفهوم مثال الأول نأخذ درة الحديد درة الحديد رمزها هو أف أ أهدر نواتها شوحنتها هي زائد 20 أ إذن لدينا العدد الدري هو هذا لأن شوحنة نوات هي زائد زائد أ إذن زائد تساوي 20 أ نفس الإلكترونات أو نفس الشحنات السالبة يعني أننا نفهم على أنه هناك 20 ألكترون كل الإلكترون يحمل شوحنة سالبة ناقص إذن العدد الدري كيف تكرت هو زائد زائد يساوي 20 من خلال الإلكترونات أو من خلال شوحنة دير النوات نمكن لنا نستنتج أن العدد الدري هو زائد يساوي 20 شوحنة النوات هي زائد 20 أ بينما شوحنة الإلكترونات هي ناقص 20 أ نطبق فقط العلاقة Q N للنوات يعني شوحنة النوات يساوي زائد زائد وزائد هي 20 نجد على أنها زائد 20 شوحنة الدراء إذن نقوم بإضافة شوحنة النوات إلى شوحنة الإلكترونات نجد أن المجموع يساوي سفر هذا يدل على أن الشوحنة الإجمالي للدراء فهي منعدمة وبالتالي فإن الدراء الدراء الحديد التي لدينا هي متعادلة كهربائيا أن شوحنتها منعدمة أو لأن شوحنة النوات زائد شوحنة الإلكترونات يساوي سفر دراء الحديد تفقد إلكترونين فقدت دراء الحديد إلكترونين إذن إذا فقدت إلكترونين لكتابة سيغة نكتب F نعيد كتابة رمز الدراء في الأعلى زائد لأنها فقدت 2 إلكترونين إذن هذه سيغة سيغة الأيون وهو أيون حديد الثاني الثاني لأن هناك أيون حديد ثالث سنروح في بعض الأمثلة النوات لا يطرأ عليها أي تغيير تبقى دائما شحنتها زائد الساعة 20 وقلنا ذلك سابقا أن شحنة النوات الدراء يساوي شحنة النوات الأيون لأنه لحساب شحنة إلكتروني أو السحابة الإلكترونية أو شحنة النوات هناك فرق في كيفية الحساب إذن شحنة النوات لا تتغير دائما زائد 29 بينما شحنة السحابة الإلكترونية أو شحنة الإلكترونية يناقص 24 لأن أيون يحتوي فقط على 24 إلكترون نقوم بإضافة شحنتين فنجد على أن الشحنة إجمال أيون 24 شحنة نوات زائد شحنة الأيون يتغير زائد جوج إذن زائد جوج هي شحنة الأيون هذه الطريقة الثانية التي ذكرناها سابقا قلت على أن هناك نسبة لشحنة أيون أوكسجين قلت حسبناها نقل ناقص جوج لكن قلت أن هناك طريقة أخرى بتحديث شحنة الأيون هذه الطريقة الثانية وهي شحنة الأيون فنجد شحنة الأيون إذن من خلال سيغة F2 شحنة أيون يزائد جوج إضافة شحنة النواة إلى شحنة الأيون مثال رقم 2 درات الكلور درات كلور السائل هو رمزها تحتوي على نواة شحنتها هي زائد 17 أه هذه معلومة يمكن توجدها في 1 مرين يمكن تأخذ أولا العدد الدري يمكن تنتاجه لأن شحنة النواة هي زائد زائد أه العدد الدري هو زائد يساوي 17 كذلك يمكن أن نستنتج على الإلكترون التي توجد هي 17 إلكترون شحنة كذلك إلكترون هي ناقص 17 أه لأن هذه كلها معلومات تبتلين مجدها فقط من المعلومات الشحنة النواة السحابة الإلكترونية هي 17 إلكترون عدد الدري هو زائد يساوي 17 شحنة النواة هي زائد 17 أه شحنة السحابة الإلكترونية ناقص 17 أه مجموعة هو شحنة الإجمالية للدرى مجموعة يساوي سفر لأن لدينا عدد متقابل ولهذا فدر تكلور فهي متعادلة كهربعيا نضر الآن إلى أيون درة يمكن أن تكتسب إلكترون واحدا إذن ممكن الآن من خلال ماذا كان سابقا كتابة سعة إذن سنعيد كتابة درة السعال في الأعلى بما أن اكتسبت نضعه في الأعلى اليمين ناقص إلكترون واحد لا يكتب فتصبح سعة أيون الكلور سعة أيون الكلور هي السعال ناقص هذا أي الكلور سعيد الكلور ولكن الآيون الكلور الذي سيتغير ليس النواة النواة دائما تحافظ على شحنتها لأن شحنت نواة الضر إلكترون إلكترون شحنة النواة لا تتغير زائد 17 بينما شحنة الإلكترون هي ناقص 18 أو شحنة السعاب الإلكترون كذلك مجموعة لا يساوي سفر وهذا شحنة أيون غير منعدمة شحنة إجمال أيون غير منعدمة لأن 17 زائد ناقص 12 يساوي ناقص إذن ناقص إجمال لشحنة أيون إلكترون يمكن أن نأخذ ها فقط من السعر ناقص ناقص إجمال بالنسبة لشحنة الأيون واضح أخذت مثال الأيون مجو ومثال آخر لأيون سالب تبقوه في جميع التمارين كم الحوضة في هذا الدرس ينتقل التيار الكربائي في الفلزات وبعض المحالي المائية الفلزات في الأسلاك الكربائي يعني فلز النحاس فلز النحاس عنده متكون من درات كل درات فيها نوات وإلكترونات إلكترونات التي توجد في درات النحاس يمكنها أن أو درات النحاس يمكنها أن تفقد إلكترونين وهذا كل جهة الإلكترونات هي إلكترونات حرة الالكترونات الحرة تنتقل في الفلز ولهذا فسبب مرور التيار الكربائي في الفلزات هو انتقال الالكترونات تسمى الالكترونات الحرة في الفلزات يرجع مرور التيار الكربائي إلى انتقال الالكترونات الحرة هناك الالكترونات مرتبطة بالنواة ولكن هناك الالكترونات حرة يمكنها انتتقل بسولة في الفلز في المحال المائية فيها فيها الأيونات موجبة أيونات سالبة ولهذا ففي المحال المائية يرجع مرور تال كرباء إلى انتقال الأيونات أنا أليف زايد إلى انتقال الأيونات لهذا فإذا صدفته في التمرين أو في سؤال ما وسلم مرور تال كرباء في المحال المائية وفي الفلزات فالجواد يكون في الفلزات سبب وانتقال الأيونات وفي المحال المأيز سواء انتقال الأيونات مثال هناك الماء المالح ماء ضفنا له الملح سيصبحه موصل جيد للتعالي الكربي لأن الملح عندما نضيفه إلى الماء يدوب ويعطي نوعا من الأيونات لأيونات سوديوم N-A+, وأيونات كلورول هي السأل ناقص إذن سأل موان أيونات سالبة N-A+, أيونات مجابة هي سبب تواجدها في المحلول اللي هو الماء المالح وسبب مروض سالكربائي في الماء المالح الماء الخالص في المقرار عندنا هذه المعلومة أن الماء الخالص محلول الذي توصيل رغم أنه يحتوي على أيونات الهيدرونيوم H3O+, وأيونات الهيدروكسيد أو H- إلا أن العدد هذه الأيونات قليل جدا مقارنة مع جزئات الماء H2O ولهذا فهذه الأيونات الهيدرونيوم يعني دي الماء تعيق مرور تيار الكهرباء في الماء الخالص ولهذا نقول أنه رديء التوصيل لأنه يحتوي على أيونات الهيدرونيوم H3O يعني كاتيونات H3O+, أيونات الهيدروكسيد أو H- أنيونات سريبة عند عددها قليل جدا بالنسبة للجزئات الماء H2O وترتفع موصلية الماء الخالص للتالي كان بيئن مع ارتفاع درج حرائينا من غدين سخنوا سيتبخروا الماء وتقلوا عدد جزئات الماء H2O في الماء الخالص والعدد H3O+, و H1 سيصبح عدد كبير مقارنة مع الحالة الأولى التي يقبل من قمو بتسخين الماء تنظن واضح